السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاية تجدت بسعد معكم دايما الحلقة دي مهمة للغاية لأن فيها الكشف عن بديل الخامنئي وإيه السبب للإصرار للنظام المترنح الآيل للسقوط لإيجاد البديل أنا هثبتلك في خلال الحلقة دي أن البديل موجود والصور موجودة ولكن عشان خاطر تقتنع بأنه هناك بديل لازم تفهم اللعبة اللي بتتم في دول كتير جدا من شخصيات ماتت ولكن هي موجودة بشخصيات أخرى بديلة تبقى السرف كده يعني لما يتم استخدام بديل يبقى أكيد البديل دوت بيؤدي دور لشخص بيقوم مهام خطيرة جدا وضرورة بقاؤه هي من خطورة السياسة اللي لازم تكون لسه تستمر وتكون موجودة عايز أقولك أنه الرسائل من الخطاب لبديل الخامنئي اللي كانت أمس السبت كانت خطيرة جدا هتسمعها وتعرفها وهتفهم منها إيه الغرض من النظام اللي ما تبقى من الملالي أو مين اللي بيقود إيران من الداخل اللي عايز يوصل للرسائل دي طيب إيه اللي يخلي خامنئي ظهر بعد إعلان أو بعد وفاته والكتمان عليها والخلافات الشديدة اللي كانت الداخل داخل النظام الملالي هناك وأنه مجتبة اللي كان اسمه دايما بيتم ترديده بقوة كبيرة جدا وهو اللي كان بيتحكم في تعيين رئيس استخبارات الحرس الثوري وتعيين رئيس الحرس الثوري هو اللي عين حسين السلامي قبل كده وهو اللي كان بيعين رئيس الاطلعات هو اللي كان بيقوم بتعيين الشخصيات المهمة جدا مجتبة طيب مجتبة ده اختفى ليه بقاله شهرين أو أكتر كمان لأن مجتبة غير مرغوب فيه في البقاء وأن الحرس الثوري والأمر الآن منقسم ما بين اتنين ما بين الاطلعات والاستخبارات وما بين الحرس الثوري والجيش الاطلعات والجيش دول شايفين أن دور إيران لازم يبقى موجود فيه العمق العراقي وقصة طويلة جدا لكن طيب بديل الخمينئي اللي موجود ده السؤال لو أنت مش مقتنع أن أنت مش شايفين دور خمينئي طيب لازم تعرف أنه الدول اللي بتقوم على شخصيات تحقق ليها مكاسب سياسية ومكاسب عقائدية ومكاسب دينية لو الشخصيات دي انتهت بتسقط أدوات هذه السياسة وبتسقط منها ممكن كمان دول ده موضوع خطير جدا أمثلة كتيرة جدا عشان خطر تعرف أنه البديل ده حصل من سنين طولة جدا البديل ده مثلا على سبيل المثال مثلا بايدن أنت شايفين بايدن ده هو اللي كان موجود أيام نائب أوباما عليك أن أنت تراجع الصور وتشوف طرف الأزم كواس جدا للصور القديمة اللي بايدن والصور الموجودة دلوقتي قبل 12 سنة هيلر كلينتون هي اللي موجودة دلوقتي؟ واللي هيلر كلينتون ماتت؟ عليك أن أنت تراجع الصور ما بين هيلر كلينتون مع بيل كلينتون قبل 15 سنة وهيلر كلينتون دلوقتي طيب مايك بيمبيو وزير خارجية ترامب اللي كان بديل جدا واللي موجود دلوقتي هو نفس الشخص النحيف هل هو عمل حمية قوي يعني ضايت يعني خس قوي كده اللي كان وزنه يفوق 130 كيلو لأنه طويل وكان عارق يعني سمين جدا الشخص اللي موجود دلوقتي هو نفس الشخص ولا لازم يبقى مايك بومبيو مستمر أنه موجود لدور جديد هيتم ترتيبه ليه في الفترة اللي جاية في شخصيات كتير جدا اختفت ولكن البديل لازم يكون موجود لتحقيق سياسة الديب ستيت الدولة العميقة في أمريكا عايزاها ودول كتير جدا بتستخدم البديل لتحقيق السياسة بتاعتها واستمرار استخدام أدواتها في الداخل والخارج لحماية نفسها دي القصة كلها ولكن لازم تعرف الرسائل المهمة اللي كانت من خطاب النظام المتحكم في إيران دلوقتي رسائل حرب تم إعلانها والكلام على المكشوف استخدام الكروت دلوقتي بقى على المكشوف عايز أقول لكم أنه يعني ظهور الرسائل من النظام الملاهي عبر بديل الخامنئي فيه رسائل داخلية وفيه رسائل خارجية رسائل دولية ورسائل داخلية الرسائل الداخلية أهمها رسالة الخامنئي اللي بيتكلم عن إعادة التعبئة أو التعبئة العامة وده تعني تحويل كل مؤسسة الدولة بما فيها القوات المسلحة أو المؤسسات العسكرية بكفة أفرعها إلى حالة حرب لأن النظام بيواجه أزمة وجود النظام بيقابل دوقتي أزمة وجود يعني أكون أو لا أكون فدلوقتي إعلان التعبئة العامة اللي أعلنها بديل الخامنئي ده رسالة خطيرة جدا داخلية إن هو بيخلي كل مؤسسات الدولة كلها بكل هيئتها تحويلها إلى جيش أو قوات مسلحة وإن هي تكون في حالة حرب أو إلى حالة حرب يعني هي حالة استنفار لحالة حرب طيب عايز أقول لكم أنه بديل الخامنئي ده قدم يعني قدم التحية لقوات القمع اللي هي البسيج اللي هي العقدية وهدت بصحق اللي هو المثير الشغب طبعا مهوجة نظر ويعني المثير الشغب لكن دايما عايز أقول لكم على حاجة أنه رسالة للنظام الخامنئي داخلية والخارجية الناس اللي هي عندها عنف في السلطة بتاعتها وإن هو يعني أكون أو لا أكون ما بيقدرش يقرأ التاريخ كويس يعني ما بيقدرش يقرأ التاريخ كويس يعني الأسطورة علمتنا أنه التاريخ علمنا لا أحد أنه لا أحد يتعلم من التاريخ التاريخ علمنا كده من كتر الأحداث اللي بتحصل وتتكرر وما فيش حد بيتعلم من اللي سبقوه فالتاريخ علمنا أنه لا أحد يتعلم من التاريخ دي المقولة الأسطورية المعروفة يعني لكن فيه رسالة خارجية مهمة جدا من الخامنئي اللي قالها السياسة الخارجية بيقول أنه إيران إيران نجحت في ست دول قال العراق نجح فيها وده طبعا واضح جدا نجاح إيران في العراق مبهر بصراحة نجاح إيران في العراق مبهر وصّروا العراق ل رجعوا لي العصور الوسطى يمكن العصور الوسطى كانت أفضل من كده كمان وسوريا حاجة بصراحة يعني النجاح واضح جدا في السوريا برضي ولبنان لبنان النجاح فيها أنيل يعني معد النيلة واتكلم في خطابه عن أنه يعني بيكلم عن البديل وبيؤكد على معادلة التغيير في إيران هي معادلة يعني عايز أقول لكم أنه كلام البديل الخامنئي ده وهو بيتكلم من الرسال بتاعتهم في صور هنشوفها عشان خطر بس نفهم البديل الخامنئي ده في شخص موجود بي أنه هو يعني مليان شوية وخامنئي النحيف انت اختروا أنا واحد فيهم هو يعني يعني بيظهر كل يوم أنه بيخس وبيزيد في نفس يعني في نفس الأسبوع الإصرار على إظهار الخامنئي البديل لطمقنة الناس أن الخامنئي مازال موجود وإنه مش طمقنة الناس أنه يعني ظهور أو يعني الخامنئي هو بقاء النظام من وجهة نظره لكن عدم إظهاره ده هيثير القلق وإنه هو المشاكل اللي حصلت الداخلية ومجتبة وإنهما كان هيسرع بسخوت النظام فوري وكان الشعب هينقض على النظام وكان هيمثل به في الشارع كان يعلقوا رؤوسهم على الأصوار هناك على أبواب القصور الرئاسية لكن الأمر هناك كان خطير جدا عايز أقول لكم أنه نظام اللي هو يعني آياته الله ده حديدي ناري قمعي قمعي بأجهزته و برضه كان الشاه الإيراني قبل كده كان برضه قمعي ولكن الأيام دول الأيام دول نظام قمعي جي بداله نظام قمعي وهيتم محاكمته أو هيتم سحله وعايز أقول لكم أنه من ضمن الكلام اللي قاله أو رسائل الداخلية اللي قالها الخممئي البديل في الخطاب أمس دوت وصف المتظاهرين بحفنة مرتزقة والأمر دوت بيثير الشباب أكتر وبيئزم الموقف ما بين النظام وبين الشباب أكتر من ضمن الكلام الرسالة الداخلية أنه كان الخممئي البديل بيحذر من نفوذ الأعداء أو الجواسيس داخل البسيج والبسيج ده عصابات البسيج دي مهمة جدا عند النظام الملاهي وهي دي أدواته اللي قام على الثوار وهو أشاد بهم قوي عايز أقولك أنه هو برضو يعني اتكلم عن أنه الرسالة الخارجية المهمة برضو اللي قالها أنه عمق إيران في ست دول العراق سوريا لبنان اليمن السودان الصمال ده بيثبت أنه وبيقول أنه قدل كده أنه أطاح بحكمه يعني أنه هو يعني دول بالنسباله يعني عمق إيران وعمق اللي هو الأمن القومي لإيران عشان كده هو أطاح بالحكومات دي يعني هو اعترافه بأهمية الست دول دول هما اللي أدوا إلى الإطاحة بحكم الدول يعني بحكم بحكام الدول دي زي الصومال الصومال على صفيح ساخن اليمن الحوثيين المليشيات في سوريا وفي العراق حزب الله موجود في لبنان كل دي حزب الله هو اللي مش عايز يخلي رئيس يعني يستقر عليه اللي هو مجلس النواب هناك على أنه يكون في رئيس يعني ست سبع جلسات فشلوا لاختيار رئيس ليه هو مش عايز حزب الله مش عايز كذلك في سوريا مليشيات هل اللي بتتحكم وتحكم هناك كل يعني يعني سوريا ملهاش ملهاش حاكم فعلي لكن العراق اللي بيحكمها حكومة إيرانية مش حكومة عراقية للأسف في الأخير إنه في خطاب الخمانئي البديل في أحد الأشخاص قام وقال كلام خطير جدا انتفض كده وقام والموضوع ده كان مفاجئ بالنسبة لهم ده معناه إن الناس اللي بيتم دعوتهم من الشباب اللي هم مفاهمين إنه هم دينيين وإنه هم مولين ليهم ابتدوا ينتفضوا عليهم وإنه هم شافوهم يعني شافوا إنه دول خطر على خطر على الشعب يعني بعض الأفراد شافوا إن أصبح النظام خطر على الشعب وخطر على البلد انتفض ده وقال إنه يعني كفوا أيديكم يعني الشاب اللي قام ده قال كفوا يعني ابتدى إنه هو يزعق قوي ويرفع يده وقال كفوا عن الرجعية وأفكار الظلام والكهوف ودعوا الناس تعيش يعني خلوا الناس تعيش فتكلم كلام خطير جدا الشخص ده اللي قام اعتقد إن الشخص ده دلوقتي يعني ودوف معتقل المغول يعني خلاص كده يعني الشاب ده استحالها يكون موجود تاني يعني أكيد تم يعني قتله أو الزجب فيه سجون ومعتقلات النظام الملاه لكن عايز أقول برضو كلمتين اتنين في الآخر خطابات البديل الخامنئي بتؤكد إنه معادلة التغيير في إيران معادلة صغفرية لا تقبل الحلول الوسط يعني لا تقبل الحلول الوسط يعني يأم المنظام يبقى بالحديد والنار وعلى فكرة بلو حصل لو حصل والنظام ده بقيا بعد الثورة اللي حصلت دي وبعد المرمطة اللي اتمرمطها النظام الملاهي والحرس الثوري والبسيج ده النظام ده هيرقص على جثف الشعب والثوار وإنه هيعمل عميل في الدول المجورة أصعب ما ممكن تتخيل وعيز وعيز أقول لكم إنه لم يسمع يعني أو النظام مش هيسمع يعني صرخات الغضبين في الشارع حتى على الرغم من زيادة سخط الناس على سياسة الملاهي نفسها النظام هناك أصعب ما ممكن الناس كلها تتخيل النظام يحكم بالحدود والنار والنظام عقائدي ديني أي دوليجي مش موجود على ظهر الكرة أرضية ما فيش حد زي النظام الملاهي ما فيش حد فكره زي دول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء لما جي تكلم في حوار تلفزيوني من فترة ليست بعيدة وقال إن أنا إزاي إن أنا أتعامل مع نظام عقدته الدينية إن هو لي أطمع في الدول الإسلامية عشان كده مش هنستنى أكتر من كده وهنخلي الحرب تكون داخل إيران مش خارج إيران سقاط النظام الملاهي ضرورة حتمية استخدامهم ليه البديل ضرورة ليه إنعاش وجودهم وعدم خلق أزمة أكتر من كده النظام بيترنح حقيقي لكن عايز أقول لكم إنه النظام ده بيمر بمرحلة صعبة جدا متمثك لآخر نفس ولكن التغييرات في المسرح العالمي هتقبر أكتر على إنهاء وجود هذا النظام حتة استلاء الحرس الثوري على النظام على الحكم هناك وردة بنسبة غير محدودة ولكن المقرب أكتر من روسيا والصين هو اللي ممكن يستولى على السلطة في إيران تتقسم إيران أو إذا كان هناك دعم خارجي لتقسيم إيران كل ده هيظهر في الفترة اللي جاية بقاء استخدام البديل طالما النظام لسه مصر على إنه لسه موجود لكن لما يحصل تأثيرات خارجية مؤثرة في الدخل الإيراني هي اللي هتدعم التقسيم أكتر وإنه هي هنشوف في الآخر إن شخصيات دي هتختفي تماما ويختفي معها النظام الملاهي نفسه ربنا يحفظ الضوال العربية كلها من شرور إيران اللي تم توظفها وإن شاء الله الوظيفة دي تنتهي في القريب العاجل أستودعكم الله الذي لا تدع ودعه ترجمة نانسي قنقر